ما يحدث في شمال سيناء من تنمية تتم على أرض الواقع حاليا مخطط يؤكد أن هذا الهدف الذي تأخر كثيرا لم يبعد عن أعين وإرادة القيادة السياسية ولولا لحظة واحدة فالتنمية بمعناها الشامل والمستدامة تنفذ وبسرعة في شمال سيناء لا تخل بالجودة في جميع المجالات الصحية والتعليمية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الإسكانية مدينة سلام مصر التي تعد العاصمة الاقتصادية لشمال سيناء تعمل الدولة حاليا على الانتهاء من تنفيذها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة شاملة الخدمات كافة المشروع عندنا اسمه المدينة المليونية مشروع سلام مصر عبارة عن 217 عمارة العمارة بتتكوى من 4 أدوار ودور أرضي 5 أدوار كله الدور بتتكوى من 4 شواء عندنا من المشروع كله كامل بتتكوى من 217 عمارة كل عمارة فيها 20 وحدة يعني حوالي 434 وحدة كل وحدة بتتكوى من 3 غرف وصالة وحمام مبخ الوحدة على الدور كامل 14 على مساحة 360 متر المدينة المليونية إحدى المشاريع الإسكانية التي تشملها مدينة سلام مصر وتضم أكثر من 4000 وحدة شاملة الخدمات من ملاعب ومدارس ودور عبادة وأسواق تجارية المدينة كلها مدينة متكملة فيها كل حاجة يحتاجها موفرين هنا كل حاجة يحتاجها الساكن من مسجد لكنيسة لإسم المدرسة لأماكن طرفيهية لمدينة أولمبية لملاعب حمامات سباحة كل ذا موجود عندنا في المدينة وخلاص المشروع مشين فيه بنسبة الزمن بأزمن القياسين إن شاء الله بإذن الله فأعرب وقتها يكون المشروع جائز بإذن الله العاملون بمشاريع مدينة سلام مصر أعربوا عن ارتياحهم لوجود فرص عمل متوفرة لهم بشمال سيناء مؤكدين أن الأوضاع آمنة ويعملون ويتنقلون بأمان وبكل أريحية هناك كم المشروعات اللي بتتعمل دلوقتي وقفة جانبنا القوات المسلحة أي حاجة بنحتاجها بتزلينا كل الصعوبات الممكنة عشان نقدر نعمل كم المشروعات دي الأنفاء وشارق التفريعة والإسماعيلية الجديدة ومدينة شارق بورسعيد وبرل عبد برضو مدينة جدهة بتبني بالإضافة لكم العمالة اللي بتيجي تشتغل سواء من شمال سيناء أو من بره شمال سيناء المحافظات كلها يعني زمان كان الواحد بيسمع شمال سيناء إلا هي وديني هناك دلوقتي لا الناس كلها بتجي من كل المحافظات عشان تجي تشتغل وتاكل عيش هنا وبسهل الموضوع الواحد بيجي من أي محافظة لشمال سيناء عشان يشتغل عادي المشكلة وتعتمد الدولة في إنشاء مدينة سلام مصر على بعض المرتكزات ومنها تحفيزات للإقامة وحوافز اقتصادية واكتماعية للمواطنين إلى جانب إنشاء مدارس وجامعات هذا فضلا عن إنشاء مدار دولي وميناء تجاري على البحر المتوسط إضافة إلى تنفيذ منطقة بطابع عمراني عالمي لجذب السكان وتحويل عاصمة المحافظة لمنطقة حرة تتمتع بقوانين اقتصادية تعمل على توفير بيئة مناسبة للأعمال ودعم تأهيل المجتمع المحلي تنمية شمال سيناء حلم بدأ يتحول إلى حقيقة على أرض الواقع ليس فقط بربطها بباقي محافظات الجمهورية من خلال مجموعة الأنفاق الضخمة وإنما بإقامة العديد من المشاريع الإسكانية والتنموية وضم ميناء العريش إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مدينة سلام مصر في محافظة شمال سيناء محمد العارف النيل ترجمة نانسي قنقر